اشتركوا في القناة مع نظره من غينيا بيثاو كارلا باربوزا ومن غينيا الاستوائية سيمون اويونو عقب افتتاح قنصلياتي بلديهما على التوالي بالداخل ان المغرب كان له على الدوام موقف من انه لا مصار سياسية مع عصابات لا مصار سياسية مع قطاع الطرق لا مصار سياسية مع من هو فاقد للمصداقية ومن يشغل كجماعات مسلحة وكعصابة واضاف الوزير اليوم نرى قطاع الطرق بالمعنى الحقيقية هذا لا يمكن ان يكون مخاطب للمغرب ولا يمكن ان يشكل اساسا لأي مسلسل سياسية واكد ان اعمال قطاع الطرق هاته لن تؤثر على المصار الذي اتخذ المغرب والذي يمشي فيه بقناعة الدول وبالشرعية الدولية وبالمواقف الواضحة للامم المتحدة حول هذه الاستفزازات وحول عدم شرعيتها سواء من قبل مجلس الامن في قراراته في 2017 او من قبل الامن العام للامم المتحدة من جهة اخرى اشر الوزير الى ان افتتاح ثلاث قنصليات بالداخل بالاضافة الى الدور الذي يطلع به في تطوير العلاقات الاقتصادية والانسانية يكتث اهمية خاصة بالنسبة للمغرب لانه اشارة قانونية تأتي في اطار تبدل الوثائق ومعاهدة فيينا حول العلاقات القنصولية لسنة 1963 واعتبر بوريطا ان فتح ثبع قنصليات حتى الان بمدينة الداخل عشية تخليد الذكرى الخامسة والاربعين للمثيرة الخضراء المدفرة يعكث هذه التطورات الايجابية خاصة فيما يتعلق بدعم مغربية الثحراء من قبل دول شقيقة وصديقة واوضح ان افتتاح قنصليات تابعة لدول من مناطق مختلفة من القارة الافريقية يؤكد ان هذه الدينامية لا تتركز في منطقة واحدة بل تهم كل الدول الافريقية على امل ان تصل الى قارات اخرى قريبا مضيفا انها تعد كذلك اشارة قوية تعكث المنح الايجابية الذي تثير عليه قضية الوحدة الترابية خاصة على مستوى القارة واشر الى ان هذا الافتتاح يأتي كذلك في اطار نقاشات مجلس الامنة حول تمديد ولاية المنورثو والقرار الذي سيصدر خلال الاسبوع المقبلة مما يؤكد ان الامم المتحدة كباقي البلدان الافريقية لم تعد تنخدع بالخطابات الواهية والاستفذذات واعمال قطع الطرق عقد ثفير المغرب لدى موريتانيا حميد شبار اليوم الخميس بن واكشطة لقاء مع وزير الداخلية واللمركزية الموريتاني محمد سالمولد مرزوقة وبحث بوكلة الانباء الموريتانية فقد تم خلال هذا اللقاء بحث اوجو التعاون القائم بين البلدين والثبل الكفيلة بتعزيزه خاصة في مجالات تدخل الوزارة ويأتي هذا اللقاء بتزام مع التوتر الذي يعرف المعبر الحدودي القرقرات الذي يربط بين البلدين بعد اقدم مجموعتنا من المرتضقة على اغلاق المعبر وعرقلة حركة المرور المدني والتجارية وذلك فدل حرث الجانبين المغربي والموريتانية على الحفاظ على انثيابية حركة المرور عبر هذا المعبر بسبب العلاقات الاجتماعية بين البلدين وكذا تشابك المصارح الاقتصادية والتجارية بينهما حيث يعد المغرب المزودة الرئيسية للثوق الموريتانية باحتياجات من الخضر والفواكه وغيرها من المنتجات الغذائية وعلى اثر هذا طالب الامين العام للأمم المتحدة مرة اخرى يوم انثى الاربعاء جماعة المرتضقة الانفصالية المثلحة وميليشياتها بمغادرة المنطقة العازلة بالقرقرات وعدم عرقلة حركة الثير المدنية والتجارية المنتظمة في هذه المنطقة وقال استيفان دوتجاريك المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر الصحفية في نيويورك نذكر بان حركة الثير المدنية والتجارية المنتظمة لا يجب ان تتعرض للعرقلة بالقرقرات ولا يجب اتخاذ اي اجراء من شأنه ان يشكل تغييرنا للوضع القائم في المنطقة العازلة بمعبر القرقرات واعرب المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة عن تنديده بوجود مجموعة من خمسين شخصا ينتمون لعصابة المرتضقة وميليشياتها رصدتهم عناصر باعتة المنورسو يوم الاربعاء بالقرقرات حيث كانوا يعرقلون حركة الثيرة في المنطقة وابرز المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة ان باعتة المنورسو عبأت المزيد من عناصرها الصباح اليوم في المنطقة للمساعدة في نزع فتيل اي توتر وفتح الطريق امام حركة الثيرة المدنية والتجارية مؤكدا ان الباعتة ستواصل مراقبة الوضع عن كتبة نظمت الجالية المنتمية الى الشعب القبائلي بالعاصمة الفرنسية باريس في اطار مواصلة الجهود للتخلص من الاحتلال الجزائري البغيط والكف عن الخروقات الممارثة من طرف العسكر الجزائري في منطقة القبائل المطالبات بالاستقلال ونقلت هذه الاحتجاجات على التلفزيون الرسمية الفرنسية وقامت بف ام تيفي بنقل اطوار هذه الاحتجاجات التي تؤكد العزمة والاثرار من ابناء القبائل للتخلص من الاحتلال الجزائري الغاشمة واجمع جل المتدخلين على القناة الفرنسية على حق هذا الشعب في تقرير مصره باعتبارها اخر مستعمرة في افريقيا القبائل دولة تقع في شمال افريقيا تأثثت سنة 1600 قاومت الاستعمار العثماني والفرنسية لتعلن الاستقلال سنة 1962 قبل ان تتعرض لغذو جزائري شعب القبائل يتعرض لحيف وظلم واهضار لحقوقه بل وكل الشعب الجزائري الشقيق الذي يصارع الحياة من اجل مواجهة الغلاء وارتفاع اثعار جميع المواد مقابل نخبة عذكرية تكدث تروات البلاد في حسابتها الخاصة بالبنوك الاجنبية وتتعمل تحويل انظار الشعب المظلوم بافتعال حروب سياسية مع جيرانهم في المغرب الا يعني وجود رغبة في الانفصال عن الجزائر بان قضية شعب القبائل تستحق ان ينظر اليها الرئيس تبون وهي رغبة لا تتعرض مع شعارات الجنرالات الذين ينادون الصبح مثاء بحق الشعوب في تقرير مصرها ويقودون بثوئنية صراعا وهميا اختلقوه عداوتنا للمغرب وليس حبنا او عشقا لثواد عيون اربعين الف من المغرر بهم في مخيمات تندوف الذين يلقون بهم في عراء المخيمات ويزايدون بقضيتهم في المنابر الدولية لتظل دار لقمان على حالها ولا يتفطن الشعب لما ينهبه العسكر وضغمة الثاثة والمستفيدين هل يملك حكام الجزائر الشجاعة السياسية لتنظيم استفتاء شعبية باشراف اممية يقرر من خلل الثكان منطقة القبائل مصرهم او حتى صيغة لحكم داتي لمنطقة القبائل تمكن الثكان هذه المنطقة من ادارة شؤونهم دون ما تدخل عصابة الجنرالات لا اظن ذلك فشعارات تقرير الشعوب لمصرها حلال فقط على المغرب في عقل العسكر الجزائرية وحرام لشعوب اخرى في بقاع المعمورة تريد التحرر لكن يلجم حكام الجزائر ألثنتهم عنها شكل افتتاح جمهورية بوركنافاثو اليوم الشمعة قنصلية عامة لها بمدينة الداخل صفعة قوية جديدة لجبهة المرتزقة في تندوفة وحليفتها الجزائر وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والسعون الإفريقية ناصر بوريطة ونظره البركنابية الفاباري ويتعلق الامر بخامث تمتيلية ديبلوماسية بالداخل بعد القنصلية العامة لجامبيا التي افتتحت في الثابع يناير الماضية والقنصلية العامة لغينيا التي شرعت في تقديم خدماتها في الثابع عشر من الشهر نفسه والقنصلية العامة للجيبوتيا التي افتتحت في الثامن والعشرين فبراير المنصرمة والقنصلية العامة لليبيريا التي افتتحت في الثاني عشر مارس الماضية ويطير افتتاح قنصليات عامة لبعض الدول في كبريات مدن الصحراء المغربية مثل العيون والداخل حفيدة جبهة البوليثاريو الانفصالية وحليثات الجزائر التعتبر هذه الخطوات بمثابة دعم رسمي والصريحة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الداتية التي يقترح المغرب كحل سياسي قابل للتطبيق تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذا النزاع الاقليمي المفتعل ويبدو أن توالي افتتاح هذه القنصليات يصيب الجزائر وصنيعات البوليثاريو بالصعار حيث لا تكتفيان بمهاجمة المغرب بل تفجران غضبهما أيضا تجاه هذه الدول الإفريقية ترجمة نانسي قنقر